سنوزع المقر العام للوزارة نفسها والوزارة ستسلم الدرجات الوظيفية ستبدأ توزع على تشكيلاتها حسب الرقعة الجغرافية طبعاً نحن مراحلين هذه القضية في استمر التوظيف سنسأل المنتقدم عن محل سكنة الذي يختارها وهذا سيكون واضح أمام الوزارات والمؤسسات التي سترسل إلى القيود الوظيفية بعد التعيين إن شاء الله على مد تقوم بتوزيعهم حسب الرقعة الجغرافية لدوائرها المنتشر على سبيل المثال وزارة التربية ذروحها منتشر في كل العراق من الموصل إلى البصرة فما رح يصير عندها مشكلة وكذلك الوزارات الأخرى اللي عندها فروع في المحافظات